أعلنت رابطة الدور الألماني لكرة القدم أنها ستضع أندية الدرجتين الأولى والثانية في معسكرات تدريبية صحية في آخر دورتين من الدور لضمان انتهاء المباريات في الوقت المحدد هذا القرار اتخذ تفاديا لأي تأجد محتمل للمباريات في حال تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين والأطقم التقنية ولضمان نهاية الموسم في موعده المحدد قبل انطلاق كأس أوروبا في 11 يونيو المقبل وستدخل الأنذية في المعسكرات من 12 حتى 23 من ماي حيث قررت الرابطة تشديد القيود الصحية في وقت تشهد فيه البلاد موجة ثالثة من كوفيد-19 وقبل بدء العزل في المعسكرات على اللاعبين والمدربين أن يدخلوا في شبه حجر صحي بدءا من الثالث من ماي هذا سيسمح لهم بالذهب فقط من وإلى المنزل والتدريبات لتخفيف الاحتكاك وخطر الإصابة